الخبر الاول الذي دخلنا عن شاهدو سماند وحقيقة اصابتهم فيروس الكورونا فبالل بداية سيامد ازل على حسابه البالانستGRAM هذا الانستواري失 الي كان من داخل المستشفى وكانستذكوا بفحص الكورونا فهوئي من المتابعين صاروا يتوقعون انه ممكن يكون شاهدون سامد للانصابة فيروس الكورونا لكن سيامد وشاهد نزل على حساب شاهدها بالانستغرام كلية استوريات توضع شدون بها المتابعين ان هما ما بهم شي وما بهم كورونا ولكن بنفس الوقت أعلنوا أنهم يريدون يسافرون للسويد وطبعا مثل ما تعرفون فالنارين بيوتي حاليا هي بالسويد ويمكن بيكم ما يعرف فالسيامند يكون هو خال هالنارين بيوتي ولكنهم يا حبايب هم ما يحشونوا يا بعض وواضح أنه يكون مشكلة صغيرة بيناتهم ودائما المتابعين يطلبون من سيامند أو من نارين بيوتي أنه يشرحون لهم القصة والمشكلة اللي صغيرة بيناتهم ولكن دائما يطنشون هذا السؤال وما يردون عليه فهل يا ترى من الممكن أنه يلتقونوا يا بعض هذه المرة بعد ما يسافرون للسويد طبعا هم من الممكن أنه ما يلتقون يا نارين بيوتي مجرد راح ينسياحة لكن يا حبايب يكتبونا شركوا بذلك الخبر وهل تتوقعون راح يلتقون أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فنور نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه اليوم الساعة بالأربعة راح ينزل مقطع على قناة الأساسية راح يكون مقطع فكرته جديدة وبنفس الوقت راح يكون مقطع خطير راح أعطكم هذا الستوري يو جلالين أحاول مخبركم أنه بكرا في فيديو على قناة الأساسية راح يكون فيديو خلاص راح يكون فيديو جماعة من نوع الجديد والجريء جدا بالقول خليقوا الجاهزين بكرا على الساعة 4 أما اليوتيوبر الثاني فهو محمد جواني فجواني نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يحمس بي المتابعين للمقطع حين نزل اليوم الساعة بالستة وحسب مكاتب من المقطع راح يكون مقطع ناري فكتبونا يا حبايب بالكومنتات المقطع منهم 150 الخبر الثالث اللي عدنا عن أحمد أبو الرب قد على جيش الجلادين واستهزاء بيهم طبعا بالنسبة لأشخاص الميعرفون شو اللي صاير فأحمد أبو الرب بعد ما اعتذر من نور مار وصحح الغلط اللي كان مسوي فأحمد نزل هذا المقطع على قناته واللي كان قيم باليوتيوبر البنات ولكنه كان حاط نور مار بالصورة المصغرة حتى نفس الشي بالمقطع صار يستهزي بي انه نور مار بني يوم لها الكلام فطبعا جيش الجلادي مسكته وعبه والتعليقات كلها يسبه وبنفس الوقت كلام بالانجليزي عم ويجمدون المشاهدات ومن الواضح انه أحمد أبو الرب حس نفسه بورطة قرر انه يعتذر من نور مار بحيث شاء صورته من الصورة المصغرة ويضا بالنسبة للقطع اللي استهزي بيها بنور مار هم قصها من الفيديو فهو من الاشخاص صار يقولون ان أحمد أبو الرب خايف من نور مار خايف من جيشه فأحمد نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي كاتب بيه احيانا بعمل تعديلات على فيديوهات الهبد لانه يكون الشخص اللي حكيت عنه الضايق وبنفس الوقت كتب لي جوه واستحيل اغير او امسح اشي عشان جيش الاطفال يسيب عليه واللي هو طبعا يقصد بيها جيش نور مار وبس والله يا حبايب يكتبونا بالكومنتات هل يشوفون اللي سوا احمد أبو الرب كان هو عبارة عن خوف او صدق هو السبب اللي قاله الخبر الرابع اللي عدنا عن زواج نور ستار و احمد أبو الرب ورد احمد أبو الرب على هذا السؤال فأحمد نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي يطلب بيه من المتابعين انه يكتبو له اسئلة فواحد من الاسئلة اللي جاته هو وش وقت راح تتزوج انت و نور ستار ورحطكم هذا الستوري اللي جاوب بي احمد أبو الرب شوفو متى احزتزوجتلو ستار يا جماعة زي ما تعرفوا انا شاب يعني الزواج مش لي يعني الانسان بتحرك كثير و دايما بسافر و عندي كثير صديقات و مش مستقر فعشان هيك ما مش هذا اما بالنسبة للسؤال الثاني فهو كانش وقت ناوي تتزوج انت فراحطكم هذا الستوري اللي الرجبي شوفو هل انا ناوي اجاوز يس يا جماعة بس زي ما بتعرفه الواحد يعني باستنى رزقتوه هنا قاعدين في البيت ومستنى بنت الحلال تيجي تطلب ايدنا ام وصراحة ما حك بل الا لو تكون دكتورة يعني وتكون عندها سيارة الخبر الخامس اللي عدنا عن نور ستار وتعرفها للتهجم وللتنمر النور نزلت على حسبها بالانستجرام هذا البوست اللي كان بهذه الصورة باللي صراحة نشوفها انه هي صورة عادية ولكن يا حبايب هواي من التعليقات تجي انه تقول نور ستار انه انت صرت اسمينه ورجعتي مثل قبل وشي اللي يقولها انه ملابسك كانت غير لائقة مادري صراحة هاي صورة قدامكم ومكتبونا يا حبايب شنو رأيكم بالكومنتات هل تستعقل التهجم او لا وشنو رأيكم بالتنمر وبس والله يا حبايب لنا وصلنا هات المقطعات من المقطع يجبكم نجسوا تحطوا اللايك واشتركوا بالقناة شان يكون فيت زي مقارات مملكة القصص وبس مع السلامة